هل سمعت عن البولي فارماسي؟ أجل أجل سمعت عن البولي فارماسي في كثير أشخاص بتناولوا صح في كثير أشخاص بتناولوا أدوية بدون علم وأكتر من اللازم والسؤال هو هل في تضارب بين الدواء الأول والثاني والعاشر والحادي عشر وهذا الموضوع اللي رح نطرحه في هذه الفقرة صحيح يمكن بالذات الأشخاص اللي بعيشوا مع أمراض مزمنة عادة بيصير فيه تطور أو هيك بيصيروا يعانوا من شبه يعني سكري كوليسترول عسبي المثال ففيك مجموعة من الأدوية لازم يخدوها يوميا يمكن عن جد لازم نسأل هل فيه فرقية زمان نسأل كتير محاور عن هذا الموضوع وصباح الخير للصيدري مصطفى أمارة أهلا وسهلا صباح صباح أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا البولي فارماسي هو المصطلح باللغة الإنجليزية هو معناه الإفراط الدوائي أو تعدد تناول الغلاجات الدوائية لحالة مرضية محددة أو لحالات مرضية عديدة وهو يعرف بأنه المريض أي مريض بتناول بين مينموم خمسة ستة ثمان أدوية وما فوق من ناحية الأدوية الشهرية نحكي على نوعية مرضى اللي هي كانوا يحكوها إنه هذول بسموهن الاختيارية بين قسين ولكن المصطلح إسا محتلا أكثر للمرضى اللي بأخذوا هاي الكمية من الأدوية مينموم وأكثر منحكي عن عن تعدد أدوية اللي ممكن يسبب بين بعض تفاعلات تضاربات معينة دواء يشتغل محل الثاني دواء يخرب على الثاني فمنكون نعالج فمنصير نضر أكثر من ما منعالج فهنا بدخل موضوع المهنية والعلاج الصحيح الدواء الصح موعد الصح لعيار الصح وكل هاي الأمور وهذا ممصطلح للبوليفارماسي بشكل عام باختصاف يمكن أستاذ مصطفى مثل ما ذكرنا عم نحكي هيك على فئات معينة على سبيل مثال في أمراض القلب كيف بعرف في أشخاص لازم يتناولوا مجموعة من الأدوية اللي بيعاني من أمراض مزمنة وما شابه تعني نحكي شوي على الطبيب المعالج لما بكتب هاي الوصفة الطبية مجموعة من الأدوية قد يشعن جد يمكن بعطي هاي نصائح لحتى مفعول الدواء يكون يشتغل صحيح ما يكون فيه تأثير أو تضارب مثل ما حضرتك ذكرت وبالمقابل دور الصيدة اللي يعني بصرف هاي الوصفة لما بيجي عنده المتعالج قد يش لازم يشدد عهي الأمور كمان صحيح هات أحكي لكم بس شغلة بسيطة صغيرة أي دواء بنوخده مع أي دواء يعني دويين مثلا فيه احتمالية أن يصير في بناتهم إذا أخذناهم مع بعض في أعراض جانبية الاحتمال هو بين عشرة لثلاثين بالمية بنحكي عن إذا أخذنا عن أربع أدوية أو خمس أدوية الاحتمال بنطل خمسين لسبعين بالمية ثمن أدوية وما فوق الاحتمال هو مية بالمية إنه نحصل على أعراض جانبية من هاي الأدوية فهونا الطبيب طبيب العيلي أساسا بيجي بعطي الدواء الشهري تبع المريض بس ممكن إنه بشي مرحلة المريض هذي يحتاج إنه يروح يزود دواء دكتور القلب دكتور السكري أو دكتور الأعصاب أو دكتور الأمراض النفسية فممكن إنه حدا من هذول الأطباء يعطي دواء زيادة يقول له زي حذك الدواء ويعطي هذا الدواء جديد ففيه هون نوع من حلقة الوصل المفقودة بين الطبيب والمريض اللي فيها المريض بحصلش على الدواء اللي محتلن تبعه اللي زاد له يا أو نقص له يا دكتور معين من تخصص معين هاي من جهة أولى اللي الطبيب المختص ومرة ممكن إن المريض نفسه بخبع على المريض على الطبيب العالي نفسه إنه بأخذ فيتامين معين اللي مش لازم يأخذ معلل الأدوية هاي أو إنه بأخذ أدوية معينة ثانية اللي ما عنطاش خبر لدكتور عنها ففيه هون فيه حلقة مقطوعة بالتواصل بين الطبيب والمريض اللي هي بالنتيجة النهائية بتزيد من صعوبة وتعقيد عملية المديكال أدهيرنس أو الالتزام بالعلاج الدوائي فهون بدخل دور الصيدلة المهنة بترتيب السلة الدوائية تابعة المريض بكل بساطة مهم جدا إنه الصيدلة يكون طبعا يتمتع بالمهنية الكافية اللي يمسك الدواء الأدوية تابعة المريض أي دواء لازم يتأخذ الصبح أي أدوية لازم تتأخذ العصر أي أدوية المغرب أي أدوية بالليل قبل أنه حسب المواعيد عشان يلاقي الطريقة المثلة إنه هاي الأدوية ما تسببش أو مش ما تسببش تسبب أقل ضرر ممكن من ناحية الأعراض الجانبية تابعة العلاج يعني إحنا عم نسمع ونفهم إنه المحور الأساسي هو الأماني بالمهنة يعني لأي درجة موجودين الأطباء بهذا المكان إنه ما بتبعه في التاريخ الدوائي لهذا المريض مش عم دح بحكي على طبيب العائل الخاص بهذا الشخص ممكن نتواجه لطبيب آخر أول وثاني وثالث اللي وظيفته إنه يعطي هذا الدواء وما يهتم يرجع لتاريخ الأدوية وبالنسبة للصيدلي صراحة مش كتير بشوف صيادلي اللي موجودين في هذه الخانب هاي القبعة اللي هي مية بالمية تحت مسمى الأماني هو بده يبيع الدواء ومش شرط عم بحكي عن نفسي عم بحكي بلسان كثر فاهم عليك هي هاي الصراحة ظاهرة مش من اليوم مش من مبارح ظاهرة اللي هي كتير واسعة ومنتشرة بنحكي عن الضغط والشغل المتزايد وطبعا هون تدخل عوامل خارجية مش بس عوامل مهنية عوامل خارجية اللي هي إطار عمل الطبيب بالذات وعمل الصيدلي وعمل كمان المهنة القريبة من المساندة للطبيب زي الممرضة الفيزيوترابيست أو كل المهنة الطبيب المساندة ففيهونا نوع الأمانة لا شك لا نشكك في أمانة ويعني صدق الطبيب أي طبيب أو أي صيدلي ولكن فيهونا نوع من الضغط من اللي نسميه العدم اللي يعني مش ملاحقين على كمية الزباين والشغل وطبعا فيش موارد اللي هي تدعم المهنية هاي فإن كان نحكي عنا على الوزارة الصحة اللي هي بتعطيش وظائف كافية أو عدد وظائف كافية لعدد كافي من المهنيين الطبيب نفسه اللي عنده يعني عنده حوالي بين 10 ل 12 دقيقة ومرات في 6 دقائق يستقبل المريض يمرق على الملف الطبي تبعه ففيهونا فيهو نوع من إنه مش عم بلحق وفيه ضغط كبير فهي واحد من الأسباب الرئيسية ففيهونا كمان تدخل موضوع نرجع لموضوع الصياد اللي كمان يعني برضه داما تقسيم الوقت برضه إله أهمية وإله تأثير فإذا منقسم مثلا بالشغل إنه خلال الوردية تبعت العمل إنه بهاي الساعتين ثلاثة أنا بدي أمسك ملفات طبيعي للمرضى وأتابعها وأشوف شو شوف فيه أو مثلا بساعة معينة بالأسبوع أمر أنا والطبيب المعالج على مجموعة أدوية مجموعة حالات مرضية ممكن أساعد بهاي الحالة إنه حسيت عفاف مربوطة هالفقرة بالفقرة السابقة كنا نتحدث عن حقوق العامل هنا نتحدث عن حقوق المريض يعني أنه عن جد السؤال شو بتطلب مننا إحنا كمريض إسا عم بحكي إيش بتطلب مني أعمل هل لازم أراجع بعد طبيبي هل لازم أراجع بعد الصيدلي هل فيه مسؤولية شخصية ولا أسلم الأماني التامي للمعالج أو الصيدلي شوف هنا دائما المريض يعني بالنهاية مهم يكون كمان هو عنده الوعي الكافي إنه يسأل يستفسر ويكون طبعا مباشر يعني بقناة تواصل مفتوحة كمان مع الطبيب وكمان مع الصيدلي فأنا بحكي من تجربتي كصيدلي إحنا بش يعني بالفرونت بسمونا إنه إحنا بيجي المريض عندنا على الصيدلية مع مجموعة أدوية فبيجي مرات من خلال الحديث معاه أو بسموه سمول توك قبل ما نعطيه الدواء كيف تأخذ الدواء كيف كيف الأمور معك كيف الحياة كل هاي الأمور معك فمن هناك فيه نيوانس أو شغلات اللي إحنا بنحسها إنه المريض ممكن يحكي لنا إياها يكشف لنا إياها أكثر من ما يكشفها لحدة ثانية فهونا إحنا كمان ندخل على قناة التواصل هاي وبنمسك المريض نفسه من وعيه أكثر منساعد ومنفهمه شو حقوقه شو إنه عائشة يشدد شو الفحوصات اللي لازم يعملها شو الفحوصات اللي لازم يشدد عليها أو ممكن الطبيب بيطلب منه فحص وهو مش عم بيعمل له يمكن لأن الفحصات بيكلف مبلغ معين أو الصندوق المرضى مش عم بيرطيه من ناحية مادية فإحنا هون كمان من وعي المريض إنه شو كيف لازم يشتغل كيف نوجهه إنه يحصل على عن جد يحصل حقوقه وبطريقة مزبوطة وإنه يشتغل مزبوط وبالنهاية إنه صحة كمان تكون مزبوطة ويأخذ الدواء مزبوط فزموصفة بالذات في هاي الفترة خريف شتاء كمان حتة الشخص اللي مش بشكل ثابت بأخذ أدوية مرات بتصير حالة مرضية أو فترة زمنية اللي لازم تأخذ فيها أكتر من دواء مع بعض نعطي شوية نصائح للمشاهدين فترات زمنية قديش بين الدواء والتاني مين مهم يسأل ويستشيره بشكل عام عفاف ودريد نقسم الإشه لعلاج اللي هو قصير للمدى وعلاج اللي هو طويل للمدى للعلاج اللي هو طويل للمدى نحكي عن الدواء الشهري سكر يضغط كوليسترول مهدئات وهاي الشغلات هرمون عدل النساء أيضا نعم كمان كثير منها فيه وفيه كمان الأدوية اللي هي قصيرة للمدى زي الأنتيبيوتيكس المضادات الحيوية زي الأدوية بلا مأخذة ضد الفطريات فيه أدوية مثلا اللي هي لحالات للحساسية معينة هاي أدوية اللي لها كثير تفاعلات مع كثير أدوية شهرية بالذات أدوية الضغط وأدوية تخثر الدم فمهم جدا نعرف أي دواء منأخذ وين تنأخذه ففيه هنا حسب نوع الدواء مثلا فيه أدوية أنتيبيوتيكا اللي مش لازم تتخذ بنفس الساعة أو بفرقية ساعتين مع دواء مثلا للكومدين مثلا فمهم جدا أنه الكومدين إن نحافظ على مثلا دواء اللي هو تهيئة لتخثر الدم دواء جدا بتفاعل مع كثير أدوية فمثلا دواء الكومدين اللي هو لتخثر الدم نأخذه مثلا بساعة معينة بينما إذا الدكتور أعطنا أنتيبيوتيكا أو دواء معين ثاني نفحص أول إشي مع الصيدلي أساسا لأنه عنده كل المعلومات من ناحية الكيميائية تبع الدواء والفارماكولوجي تبع الدواء فعننا إحنا المعرفة والقدرة إنه نوجهه إنه وينت تأخذ هاد الدواء قبل الكومدين ولا بعد الكومدين بأربع خمس ساعات ومش بسك في عندك كمان مجموعة أدوية اللي هي ممكن تتعارض مع الدواء هاد فإحنا منسك الملف الطبي تبع المريض الشخصي نفسه نتطلع عليه ونعمله ملائمة شخصية للمريض نفسه إنه كيف يأخذ الدواء هاد ساعتين قبل ساعتين بعد أربع ساعت أو يأخذوا فرقية عشر ساعات هل لكم الصلاحية هل لكم الصلاحية إنه تغيير نوع الدواء بدون مراجعة الطبيب فوراً وحلاً؟ تغيير نوع الدواء مش من صلاحية الصيدة ليه تغيير نوع الدواء هو بس من صلاحية الطبيب اللي هو بسجل الدواء في الوصفة الطبية إحنا بالنهاية وظيفتنا استشارة نعطي استشارة ومتابعة لسيرورة العلاج الدوائي ونأكد إنه هذا الدواء فعلاً الصح للمريض الصح والعلاج الصح والعيار الصح وهنا كمان إنه إذا فيه لا سمح الله منلاحظ وصارت حالات جديدة وسطنا على المركز مسترفارم وسطنا حالي لمريضة من ثمانين سنة اللي بتأخذ مجموعة أدوية شهرية وعندها مشاكل بالكلاوي وبالمكتوب التسريح من المستشفى أعطوها أنتبيوتيكا اللي هي بالمرة مش مناسبة لإلها فنتطلع على قائمة الأدوية فدغري للإشي يعني ضواء نعم فتصلنا على الطبيب بالمستشفى وطبيب العيلة تبعها على قناة التواصل المشتركة كنا بناتين وشرحنا لهم شو الأضرار وهيكا وأخذوا بنصيحتنا جداً بشكل جداً إيجابي وغيروا الدولة أنتبيوتيكا اللي هي نوع اللي أقل ضرر مع الأدوية اللي بتوقضها فهونا آه إحنا مننصح في حالات معينة بتغيير الدواء لدواء اللي هو أحسن ممكن آه الطبيب أنه يأخذ بنصيحتنا ويغير ممكن لا هذا طبعاً برجع على صلاحية الطبيب وقراره الشخص لأنه هو اللي بيقرر بهاي الحالات إحنا بس مندعمه ومنساعده على اتخاذ القرار السليم نعم مهم يكون العمل بشراكي أستاذ مصفى يعني المفهم من حضرتك لأننا ذكرنا اليوم حتى في الصيدليات مش بس في عيادات الأطباء وفي المستشفيات في ضغط كبير ومش دايماً يمكن مرات سهوا يعني الصيدلي لا يسأل السؤال الإلزامي تاعي نقول فنصيحتك لكل المشاهدين لما نروح نأخذ أدوية نذكر إذا إحنا بنأخذ أدوية تاني بأي سعات يعني هن يبادروا في هاي المعلومة آه أنا بدعم هاي الفكرة أنا اليوم المريض مش زي كيف قبل خمس سنين وعشر سنين اليوم المريض أذكى صار المريض يسأل صار يستفسر في مصادر معلومات اللي هي متوفرة ومجانية تقريباً لكل الناس فالمريض صار يسأل يستفسر آه أوكي هذا الدواء هيك بيعمل هيك فآه فالمريض مهم جداً برضو إنه إحنا كمان نشجعه إنه آه اقرأ تعلم استفيد اسألنا إحنا منحب تسألنا عشان نفيدك وإذا كان في معلومة اللي هي خاطئة نصححها وإذا معلومة اللي هي صحيحة نشدد على إنه أنت تكمل بهاي المعلومة المظبوطة وبتعيشها بشكل صحيح وتستمر في التعامل التعامل الصحيح وبظل هاي الضغوطات اللي بنتحدث عليها منقدر إنه نتوجهها أونلاين ونأخذ الاستشارة الاستشارة الاولية من هناك بدون منشكل ضغط على الصيدلي كيف ممكن نشرح المشاهدة خلال 30 تاني كيف بتتم الاستشارة الاولية عبر الإنترنت إحنا عنا صفحة المركز وصيدلية ماستر فارم على الفيسبوك أيا pound أحدا بيكتبها على الفيسبوك بيقدر يلاقيها الصفحة هي فيها تجاوب جدا يعني في الحال وفي الوقت الحاسم لكل اللي بتوجهون لها فأيا وكثير بتوجهون لنا على الصفحة على الفيسبوك والموقع اللي إحنا عم نطور فيه فأيا توجهوا على الإنترنت على الفيسبوك أو على التلفون طبع المركز أو الباليفون فيه كمان جوال اللي هو خاص لهذه الموضوع هذا بشكل شخصي فإحنا كل الوقت موجودين 24 ساعة 7 يام بالأسبوع للإجابة والاستشارة المجانية لكل الناس ولكل المجانية إن شاء الله تضلكوا بهذا العطاء الجميل وتفيدوا الناس وتفيدوا والمشاهدين أيضاً السيدة لمصطفى أمارة شكراً لك شكراً أستاذ مصطفى